أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا التحليل بي الوحدة الأولى لغلاف الجو الأتموسفير ونواصل الشرح لهذه الوحدة نواصل هذا المقطع كيف نقيس الملوسات في الهواء فعرفنا هناك ملوسات صناعية ملوسات صناعية وملوسات طبيعية طبيعية ملوسات صناعية وملوسات طبيعية هناك نوعين من المصادر لهذه الملوثات فكيف نقيس هذه إذا تصاعدت في الهواء كيف نقيسها التلوث يمكن قياسه مباشرة عند الإنبعاص والمصدر يعني مباشرة عندما يكون مقاس فالمصدر نعبر عنه بالكتلة على الحجم المنبعس مثل جرام بير ميتر كيبيك بالكيبيك ميتر وجرام على الميتر المكعب يمكن أن يقاس في طبقة الأتموسفير أيضا في الهواء الجوي كتركيز أيضا ممكن نقيسه كتركيز مايكرو جرام بير الميتر المكعب أو مايكرو جرام على الميتر المكعب مايكرو جرام بير كيبيك ميتر معلومات تلوث الهواء يمكن متابعتها ومحاكاتها في الكمبيتر لكي نتعرف على مدى تلوث الهواء وكذلك كفاءة الطرق المستخدمة لتحكم في انبعاث الملوثات يعني نحاكيها نعم السيموليشن بالكمبيوتر ونتابع مدى كثافة تصاعد هذه الملوثات في الهواء وبذلك يمكن أن نتحكم في انبعاث الملوثات من مصدرها مراقبة التلوث ينقسم إلى قسمين كيف نراقب التلوث؟ نراقبه من المصدر بأن نضع جهاز في المصدر يقيس كم يتصاعد من هذا الملوث في المصدر نفسه أو بعد ما تصاعد نراقب ونرصد الهواء المحيط ونشوف كيف التراكيز كما نعبر عنه بالمايكرو جرام على المتر المكعب نظام المراقبة المستمر وهذا Continuous Emission Monitor CEM ويقيس التلوث الحقيقي عند انبعاثه يعني فيه مراقبة مستمرة وهذا غياس للتلوث الحقيقي عند انبعاثه وهذه أحسن طريقة بأنه يكون هناك غياس حقيقي أو متابعة بالنسبة للتلوث لأنه يتغير إذا كانت هناك رياح إذا كان هناك في ارتفاع درجة الحرارة هذه كلها يغير من تركيز أنواع الملوثات المنبعثة هنا صورة واضحة لمحطة إنتاج كهرباء توجد أجهزة لقياس تركيز الغازات في الهواء هذه الغازات مثل ودرسناها من قبل ثاني أكسيد الكبريد كبريتية الهايدروجين الأوزون أكاسيد النيتروجين أول أكسيد النيتروجين ثاني أكسيد النيتروجين أول أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون الميثين و total hydrocarbon في الهيدروكاربونات درسناها chlorofluorocarbons وشفنا هذه بعض الركبات اللي استخدم في المبردات وشفنا أثرها على نضوب الأوزون وكان شيء واضح في المقاطع السابقة خيرحنا بالمعادلات الكيمية كيف تؤثر على تؤثر أو تدمر طبقة الأوزون فهناك أجهزة الاستشعار في محطات الإرصاد محطات الإرصاد يمكن أن تقيس وتسجل البيانات التي تخص تصيش درجة حرارة الأرض تستابع بشكل مستمر ودرجة حرارة الجو واتجاه الرياح وين الاتجاه الرياح متجه؟ نرى أنه اتجاه الرياح في هذا لأنه الدخل النماش في هذا الاتجاه وإشعاع الشمس وأيضاً هذه كلها من العامل بتأثر على انبعاث بعض الملوسات وبتأثر أو تساعد على التفاعلات الموجودة اللي تأثر بدرجة الحرارة أو وجود الضوة رطوبة الجو إلى آخرية هذه كلها عامل مهمة في تغييرات الطغس وكيف نقيس التأثيرات اللي يمكن بتكون بواسط هذه الملوسات ترجمة نانسي قنقر منتجا